قام سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى ديوان المحاسبة اليوم وكان في استقبال سموه رئيس ديوان المحاسبة فيصل فهد الشايع ونائب رئيس ديوان المحاسبة عادل عبد العزيز الصرعاوي وكبار المسؤولين في الديوان وقال سمو إن زيارته تأتي ترجمة وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وحرص سموه الدائم على محاربة الفساد وحماية المال العام وأشار سمو رئيس مجلس الوزراء إلى أن ديوان المحاسبة من أهم أجهزتنا الرقابية منوها بالدور المهم والحيوي الذي يقوم به الديوان في حماية المال العام وأوضح سموه أنه تم خلال الاجتماع مع رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع تم الاتفاق على تعزيز التعاون في المرحلة القادمة ومتابعة كافة الملفات التي تمثل مخالفات جسيمة ضد المال العام مؤكدا أنه سيتم إعطاؤها ما تستحق من أهمية وأعرب سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح عن شكره وتقديره لرئيس ديوان المحاسبة ونائبه ومساعديه على ما قدموه من معلومات بشأن عملهم وتواصلهم مع الجهات الحكومية المختلفة ورؤيتهم حول كيفية التعاون في المستقبل سويا لتقليص الملاحظات والمخالفات لحماية المال العام وأضاف سموه أنه سوف يستكمل لقاءاته مع الأجهزة الأخرى وفي مقدمتها لجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع مشيرا إلى أهمية دعمها لتعزيز وتقوية دورها المهم والفعال في تنفيذ مرئيات وتوجيهات حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه في المرحلة القادمة